خد مني النصيحة في الفيديو ده والفيديو اللي جاي ان شاء الله ونتقابل انا وحضراتكم بعد شهر او شهرين بالزبط ان شاء الله وتقولولي انتو تعلمتو ايه? وكسبتو كام? لان النهاردة انا هتكلم معاكو عن افضل منصة للربح من الانترنت. منصة انت لو اشتغلت عليها وتعلمت فيها صح وبدأت فيها صح والتبعت اللي احنا بنقوله ربحك ممكن يوصل يوميا من عشرة لعشرين لتلاتين لخمسين ويمكن اكتر في اليوم الواحد. المهم ان انت تمشي معايا الخطوات تابع معايا سلسلة الحلقات اللي احنا هنتكلم عليها علشان في الاخر يكون معك كرسي تعليمي شامل. يكون سبب في دخل سبب بالنسبة لك. لانها تشمل حاجات كتير. تعتبر زي ما قلت لكم كده محفظة لحفظ الاموال والسحب الارباح من الانترنت من اي موقع من المواقع اللي احنا بنشرحها. ومش بس كده تعتبر منصة امنة منصة عالمية اعتبارها كده زيها زي الحساب البنكي وزي محفظة كاش وزي حساب بتاعك واعتبرها كمان الطريقة اللي انت هتستلم بها الفلوس بتاعتك وارباحك في ايدك كاش. كل حاجة موجودة في حلقة النهاردة او في المنصة اللي هنبدأ فيها بازن الله سلسلة شرحات بداية من حلقة النهاردة علشان اقدم لك هدية من ابو ملك للمتابعين بتوعه يكون عندك منصة تقدر من خلالها تعمل اي حاجة انت تتخيلها للربح من الانترنت. بس المهم ان انت تركز معي في خطوات الفيديو من اول ما نبدأ الشرح لحد ما نخلصه لانك مهم جدا تتبع الخطوات. ما فيش كلام كتير كل اللي هنعمله هو الشرح وبس. ممكن فيديوهين تلاتة اربعة خمسة حسب ما نحتاج وحسب ما الشرح يحتاج بازن الله. هنتكلم تحديدا عن منصة باينانس. ممكن تكون سمعت عن المنصة دي قبل كده. ممكن تكون في معلومات غلط وصلتلك. ولكن تأكد تماما لو انت عايز تعرف يعني ايه منصة يعني ايه الربح من يعني ايه حفز الاموال في يعني ايه التعلم من تأكد تماما ان انت في البداية الصحيحة. النهاردة هنعرف خطوات مهمة جدا جدا. انت لو عايز تبدأ في الربح من الانترنت. امشي معي الخطوات بتاعت النهاردة والشرح بتاعنا هيكون من خلال التليفون. امسك تليفونك وطبق معي الشرحات وتابع معي سلسلة الحلقات اللي جاية ان شاء الله اللي هعلمك فيها ازاي يكون عندك حساب على افضل منصة للربح من الانترنت. وازاي تقدر تسحب ارباحك من المراقع اللي بنشرحها. وحاجات كتيرة جدا جدا هنتعلمها مع بعض. ومسابقات كتير ان شاء الله هنعملها. وزي ما قطي لك كل ده من خلال التليفون. مش محتاج منك اي رسمال. كله ان شاء الله بشكل مجاني. فيلا بينا نبدأ الفيديو بدون مقدمات طويلة. وان شاء الله الحلقة تعجبكم. ما تنسوش اللايك للفيديو وتعملوا اشترك في القناة. قبل ما ندخل في الشرح احب افكرك لو انت اول مرة بتتفرج على قناة ابو ملك فمتنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجراز على الكل. طبعا هتلاقي عندك في القناة لو نزلت تحت كده ادي القناة الاحتياطية اللي انا بقول لك عليها. لو نزلت تحت كده هتلاقي مواقع ربح مجانية. واللي بقدم فيها كل شرحات مجانية للربح من الانترنت والاستراتيجيات اللي انا بشتغل عليها بشكل شخصي. انا الصفحة بالشكل ده. منصة باينونس. زي ما حضركم شايفين ظهر قدامك كزا حاجة. انك تعمل حساب بالرقم التلفون والبريد الالكتروني او انك تسجل مباشرة عن طريق حساب جوجل او انك تسجل دخول باستخدام حساب قبل. الطريقة اللي انا بفضلها هي انشاء حساب باستخدام رقم الهاتف او البريد الالكتروني. فاحنا هنضغط عليها كده. اول حاجة لازم تعملها تبدأ تكتب الايميل بتاعك في المكان ده. انشاء حساب شخصي. اوعى تعمل حساب تجاري. انت هنا فرض مش شركة. الشركات فقط لتعمل حساب تجاري. ممتاز جدا يا شباب. بعد ما بتدخل الايميل بتاعك وتأكد طبعا ان الايميل بتاعك ده ايميل انت مأمنه اصلا وبيجي لك عليه الرسائل. انت دلوقتي زي ما بيقوله كده اكنك بتفتح حساب بنكي ويمكن افضل كمان. هندوس كده على التالي. بيقول لحضرتك ان احنا بعتنا لك رسالة على الايميل بتاعك فيها كود. الكود ده تجيبه وتكتبه هنا. والكود ده بيكون صالح لمدة تلاتين دقيقة فقط. وادي يا شباب الرسالة او الكود جالي على الايميل. اللي مطلوب منك انك تضغط عليه كده وتبدأ تدوس على كلمة نسخ. وترجع للصفحة اللي انت كنت فيها اللي هي المتصفح. بالشكل ده يا شباب ابدأ اضيف الكود هنا. ممتاز جدا. الكود صح. قال لي بقى ابدأ اعمل كلمة السر. وكلمة السر لما تيجي تعملها لباينانس لازم تكون كلمة سر قوية. مش اي كلمة سر. كلمة سر فيها حروف كبيرة. حروف صغيرة ورموز وارقام. بعد ما بتعمل كلمة السر هتدوس على التالي. فدل وقت خلاص كن باعدات حسابك هتدوس على التالي. كاتب لك هنا بقى ايه? الحفاظ على حالة تسجيل الدخول. بنقر على نعم انت بتوافق على السياسات. وبعد كده بتدوس على كلمة لا تعرض هذه الرسالة مجددا وهتدوس على نعم. كل ده احنا لسه في المتصفح. هندوس على نعم. ممتاز جدا جدا يا شباب. الخطوة دي بقى خطوة مهمة جدا ان انت تعملها. لانه بيطلب منك في الخطوة دي اثبات الهوية. بمعنى انك انت تبعت لهم البطاقة بتاعتك. ما فيش اي مشكلة? ما فيش اي مشكلة. امان امان الامان. باسحب ارباحي باكسن من باستخدمها في حاجات كتير زي ما قلتلكم كده في السلسلة اللي احنا هنعملها. فعشان تبقى معاك انت برضو حساب لازم تثبت الهوية بتاعتك طالما معاك بطاقة معاك رخصة معاك باسبور ولد بنت اي حاجة المهم ان انت يكون معاك اثبات هوية بتاعتك. افضل شيء زي ما هو كاتب لك كده ان انت تتابع عبر التطبيق. يعني تفتح تطبيق. ولكن مهم جدا تمشي معايا الخطوات زي ما انا قلت لك دلوقتي. تدوس على الرابط هيفتح معاك متصفح. وزي ما قلت لك كده انا سايب لك الرابط مباشرة في وصف الفيديو وفي اول تعليق مسبت. هبدأ دوس كده على كلمة اللي فوق دي التوصيق عبر اللي هو التطبيق وهتختار فتح تطبيق خارجي ايا كان بقى اللي هيزهر قدامك المهم ان انت تختار تفتح في التطبيق. هيحولك على وتبدأ تحمل تطبيق ما تراش تحمل التطبيق الاول. امشي الخطوات اللي انا قلت لك عليها. فانت هتدوس كده على كلمة فتح التطبيق الخارجي. عندك انت الاول مرة هيحولك على جوجل بلاي. عندي انا هيحوني على ان التطبيق عندي. ممتاز جدا يا شباب. مطلوب منك بقى هنا ان انت تسجل دخول في حسابك على اكتب الايميل بتاعك اللي انت عملته كلمة السر اللي انت عملته. ممتاز جدا. انا كده خلاص كتبت الايميل. ابدأ دوس على التالي. بعد ما بتكتب كلمة السر هتدوس على التالي. كويس قوي. دي خطوة تأمينية. وهقول لك كمان لما ندخل جوه ازاي نأمن الحساب بتاعنا كويس. بيقول لك احنا بعتنا لك كود تحقق على الايميل. وده ميزة ان في كل خطوة بيطلب منك تحقق وامان عشان يتأكد ان انت صاحب الحساب. الموضوع في فلوس وفلوس كتيرة وربح وسحب وتداول كل حاجة. هتستخدمها في اي حاجة انت عايزة. فانا دلوقتي اللي ما اطلوب مني هروح اجيب الكود واكتبه في المكان ده. ادي الكود التاني يا شباب. الكود الاول كان بتاع انشاء الحساب. وده الكود بتاع تسجيل الدخول على التطبيق. كده انا خدت الكود نسخ. ارجع ليه التطبيق. بشكل ده يا شباب كده انا حطيت الكود. ممتاز جدا. بدأ يحولني على التحقق من الهوية. ممتاز جدا يا شباب. بيقول لي تحقق من هويتك للشراء والتداول عبر فانا هضغط كده على كلمة وصق حسابك. اولا هنا بيطلب منك اختيار البلد بتاعتك. فانت من هنا بتختار مص طبعا هو اختار بشكل مباشر عشان فانت اختار البلد بتاعتك من هنا وبيقول لك احنا عايزين معلوماتك الشخصية زي البطاقة الهوية والتحقق الحيوي. التحقق الحيوي ده هيطلب منك ان انت تفتح الكاميرا الامامية علشان تصور وشك ويطبقوه مع الصورة بتاعت الهوية اللي انت هتبعتها. ده مهم جدا مسلا هيقول لك اعمل رأسك يمين او شمال لف رأسك بشكل دائري كل ده عشان يتحققه من الهوية بتاعتك ويتأكده ان انت شخص وعشان كمان ما يجيش شخص غريب معا صورة البطاقة لأي واحد يعمل بي حساب على الموضوع مسهل كده. فانت بيتأكده ان انت الشخص اللي بيفتح المحفظة مش حد تاني. المهم هندوس كده على المتابعة ويمشي معايا الخطوات واحدة واحدة. ممتاز جدا. طبعا هنا بيطلب منك انك تكتب الاسم القانوني بشكل سليم. الاسم الاول الاسم الاوسط الاسم الاخير اللي هو اسم الجد. مسلا احمد محمود مصطفى اكتبه زي ما مكتوب في البطاقة بالزبط. بدون اختلاف حروف بدون اختلاف ترتيب. لو هتعمل بالباسبور يبقى يكتبه زي الباسبور بالانجليزي. وندوس على المتابعة. بيأكد عليك اختيار الجنسية مرة تانية. عشان كده كاتب لي ربما اطرب في اختيار مصر. ممتاز. بعد كده المتابعة. ان ممكن انت تكون قاعد في بلد وجنسيتك جنسية تانية. بعد كده اختار تاريخ ميلادك. خلاص كتبت تاريخ الميلاد هتدوس على المتابعة. عنوان المنزل. عنوان المنزل لازم يكون نفس العنوان اللي مكتوب في البطاقة بتاعتك. سواء في البطاقة او في الباسبور ايا كان. المهم تكتبه بالزبط زي ما موجود. العنوان بالشارع بالمنزل انا بجديك بس مثال عشان تعرف ازاي تثبت الهوية بتاعتك وخطوات اثبات الهوية. وبعد كده المتابعة. طلب منك تفاصيل العنوان. عنوان محل الاقامة الرمز البريدي ده. الاقرب مكتب بريد تقدر تعرف ده من الانترنت انت مسلا من اي منطقة في مصر من اي دولة الحي بتاعك اكتب كده على جوجل الرمز البريدي لمنطقة كزا او لحي كزا. هتلاقيه اول نتيجة بحث. هات الرمز البريدي واكتبه في المكان ده. بيبقى تقيمة من خمس ارقام. والمدينة بتاعتك طبعا هتكتب المدينة. مسلا القاهرة. كمثال يعني. وخلي بالك من المحوظة لبلون الاحمر. يجب ان يشمل العنوان العنوان جميع المعلومات. فيهم رقم المنزل والشقة. بعد كده المتابعة. كل ده عشان يطبقوه بالبطاقة ويتأكدوا ان انت الشخص اللي بيعمل ده. لان المعلومات دي اكيد مش عند شخص تاني. عايز تثبت الهوية بتاعتك ازاي? بطاقة الهوية ولا جواز سفر? طبعا الاسهل بالنسبة لكلنا الشباب اللي عندهم تمنتاشر سنة في ما فوق معهم بطاقة. مش كلهم معا باسبور. حتى بيقول لك الموصى به هو البطاقة. فهنبدأ كده ندوس على البطاقة. وندوس على المتابعة. ارفع صورة كاملة لتوسيق الهوية. هترفع صورة البطاقة. هتصور بطاقتك. بطريقة كده انا هورر هالك دلوقتي في الفيديو. بحس تكون كل الاطراف بينا. مفيش حاجة مختفية. الصورة مش معقولة بدي اف. لا انت مسورها بالتليفون بتاعك. كل الجوانب بتاعة البطاقة بينا. ارفع صورة كاملة. تأكد ان جميع التفاصيل مكروعة. مفيش حاجة في الاضاءة حاج باي بيانات. تأكد ان الوصيقة اصلية وغير منتهت الصلاحية. يعني البطاقة بتاعتك او الهوية بتاعتك مش انتهت. باع الوصائق على خلفية زيت لون واحد. يعني ايه? متحطهاش مسلا على متحطهاش مسلا على الوان كتيرة. حطها على لون. مسلا هات ورقة بيضة وحط الهوية بتاعتك عليها. وبعد كده هندوس على المتابعة. طيب بيقول لك انت عايز تلتقط صورة ولا انت بالفعل صورت? يعني تفتح الكاميرا دلوقتي. وتلتقط صورة ولا عايز ترفع صورة حالية? انا هختار رفع صورة حالية. انت خلص هتصور وتبقى عمدك على التليفون الصورة وتبدأ ترفعها. او مباشرة من غير ما تصور تخلي التصوير من خلال كاميرا اللي هو التليفون بتاعك يعني. وتحط البطاقة قدامك على ورقة بيضة وتبدأ تصورها. وزي ما قلت لك كل الاطراف تكون واضحة. انا بأكد على المعلومات دي انها اهم حاجة عشان التوصيق بتاعك ما يترفتش. وبعد كده هندوس على المتابعة. ممتاز جدا. هترفع الواجه الامامي للبطاقة وهنا هترفع الواجه الخلفي. هتدوس كده على كلمة رفع. ممتاز جدا يا شباب. انا كده رفعت الواجه الامامي والواجه الخلفي. الواجه الامامي فوق والواجه الخلفي تحت. كل واحدة لوحدها. او كل اه وجه لوحده. وبعد كده هتدوس على المتابعة. الوثيقة المرفوعة. كده خلاص انت رفعت البطاقة. لسه في خطوة تانية زي ما قلت لك هندوس كده على المتابعة بص بقى التحقق الحيوي عشان يتأكدوا ان انت بشر الا هيحصل اولا بيأكد عليك لو عندك نضارة لابس نضارة شيل النضارة تمام لو في طاقية شيل الطاقية احنا عايزين وجهك زي ما موجود في البطاقة بالزبط تأكد ان وجهك مضاء بشكل جيد يعني ما تعودش في الظلمة لازم وشك يكون باين ملامحك تكون باينة وندوس على المتابعة انا هعرض لكم اللي بيظهر قدامك بالزبط بيكون قدامك دايرة بيقول لحضرتك ابدأ اعمل ميلان لراسك يمين وشمال وفوق وتحت بكل الاتجاهات هتلاقي ده مكتوب قدامك على الشاشة عشان يتأكدوا ان انت الشخص صاحب الهوية. اثناء تحريكك ليه الواجه بتاعك هيقول لك اكتمل التحقق. وندوس على اغلاقك. هل ده معناه ان انت خلاص عملت التحقق? لأ? قال لك ايه? قد المراجعة. هيراجعوا الهوية بتاعتك ويراجعوا السوار اللي انت بعدتها ويتأكدوا منها. بناء عليه هيبدأ التحقق. لو انت تمام بياناتك تمام مبروك تم الموافقة والتوصيق فهيخلال اربعة وعشرين ساعة كانت بينهو. يوم عمل. ما تمش الموافقة هتضطر تعيد التحقق مرة تانية وتشوفوا المشكلة ايه اللي خلت التحقق يترفض. كده احنا خلصنا نقطة مهمة جدا جدا جدا. نيجي بقى دلوقتي لتأمين الحساب. لازم تأمل حسابك. لان انت هنا زي ما لك محفظة زي عندك حساب بنكي ايه? اكيد الحساب بنكي لازم تكون ما امينه. تطبيق بتاعك. اه تعرف كمان ازاي تعمل اداء وساحب وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. بص شباب اول لما قفلت التحقق من الهوية ظهر قدامي ده. مطلوب مني ايه? ان انا اعمل مفتاح اسمه مفتاح المرور وتطبيق اسمه تطبيق اداة المصادقة اللي هو هعرض لك الصورة بتاعته دلوقتي. التطبيق ده طبعا انت هتفتح التطبيق ده وبتاخد كده وتبدأ تعمل التحقق بخطوطين على التطبيق. وهقول لك تعمل ده ازاي? المهم دلوقتي احنا هنعمل حاجة اسمها مفتاح المرور. اللي هو زي البصمة بتاعت التليفون. لو تطبيق لك ببصمة يبقى بالبصمة بتاعت التليفون تأمل المحفظة بتاعتك وكمان تطبيق اداة المصادقة. انا كابو ملك بعمل الاتنين. فانا هعمل كده مفتاح المرور. اولا بيقول لي احنا بعتنا لك كود على الايميل. هتقولنا وكتبه هنا. ادي الكود يا شباب. ده الكود التالت كده. اهم حاجة الامان. وبعد كده اللي جاي كله سهل. احنا بنيعمل سلسلة كاملة. ادي الكود يا شباب. اهو طلب مني البصمة. هبدأ اضغط كده عليها. تم الاضافة بنجاح. كده انت عملت اول اداة للتأمين. ارجع بقى كده يا شباب. ممتاز جدا. كده خلاص اول اختيار في الامان اهو. مفتاح المرور تم. بعد كده عندنا تطبيق اداة المصادقة. طيب لو انا يا بو لك الصفحة دي تقفلت مني اوصلها ازاي? سهل جدا. ادي اقفل. 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 كده خلاص ادي الصفحة الرئيسية للتطبيق بعد ما بتسجل دخول. هتدوس على علامة اللي فوق على يمين دي. الشكل ده. وبعد كده هتدوس على السهم ده. شايفيني السهم ده يا شباب? القلم كده عشان ما وضح قدامكم. اهو يا شباب. السهم ده اللي انا بشارع عليه بالقلم ده. هندوس عليه كده. وبعد كده هتلاقي عندك اهو الامان. حتى هتلاقي عملية التحقق كده الانتظار. فانا هدوس كده على الامان. بعد كده عندك اهو تطبيق اداة المصادقة. تنزيل تطبيق اداة المصادقة. لو مش عندك هتضغط على كلمة تنزيل تطبيق اداة المصادقة. ولكن هو عندي على التليفون. فانا هدوس على كلمة تفعيل. ايه اللي مطلوب مني? ان انا انسخ الكود ده نسخ. وابدأ اروح لتطبيق اللي هو طبعا التطبيق بيرفض التقاط الشاشة. يعني ممكن ما تلاقيش حاجة ظهرت قدامك دلوقتي. ولكن انت لما تفتح التطبيق بتلاقي كده تحت وتسجل طبعا الدخول بحسابك في جوجل تلاقي تحت كده علامة زي علامة الزائد. هتدوس عليها. وهتلاقي كلمة ادخال مفتاح الاعداد. هنلغط عليها. طبعا المفتاح ده اللي احنا اخدناه من من شوية. وضغطنا على كلمة نسخ. فهندوس على ادخال مفتاح الاعداد. بعد كده هتفتح قدامك صفحة اسمها اسم الحساب. وبعد كده مفتاحك. يعني فيه مربعين. المربع الاول اسمه اسم الحساب. المربع التاني مكتوب عليه كلمة مفتاحك. اسم الحساب هتكتب فيه مثلا كلمة كلمة مفتاحك هتحط فيها الكود اللي انت خدته نسخة من وبعد كده هتدوس على كلمة اضافة. هتلاقي مباشرة نرجعك للصفحة الرئيسية وفيها كلمة الحساب بتاعك او اسم الحساب بتاعك وجنبيه رقم وده صغيرة كده بتلف وبتخلص في خلال تلاتين ثانية. فانت المطلوب منك في خلال التلاتين ثانية دول تاخد الكود ده كده نسخ وترجع كده وتدوس على كلمة التالي وتحط الكود اللي انت خدته من التطبيق وتدوس على ارسال. الكود طبعا متغير مباشرة قال لي تم التأكيد. يبقى انت كده خلاص عملت تطبيق خطوة امان كمان اهي وبقى عليها علامة صح. بعد كده عندك رقم التليفون لازم تضيف رقم تليفون خاص بيك. هتدوس على رقم التليفون وتبدأ تدوس اضافة رقم وتكتب رقم تليفونك هنا وتضغط على كلمة احصل على الرمز. عشان يجي لك رمز على رقم التليفون اللي انت كتبته. طبعا بيكون مكتوب مفتاح البلد وبعد كده بتكتب رقم التليفون بتاعك. قد الكود جيه يا شباب ابدأ اكتب الكود هنا وادوس على ارسال. تم تأكيد رقم التليفون انت كده عملت خطوة الامان برقم التليفون. ممتاز جدا يا شباب كده خلاص انا امنت بمفتاح المرور وتطبيق المصادقة والبريد الالكتروني وكلمة المرور دي خاصة بيه التداول ولكن خليها في الوقت بتاعها. احنا فضل لنا حاجة واحدة للوقتي علشان نخلص حلقة النهاردة وهي ازاي تعمل اداع وسحب. يعني انت لو عندك ارباح في موقع عايز تسحبها على وبعد كده في الحلقات اللي جاية ان شاء الله هقولوكم ازاي من تبقى في ايدك كاش. هنرجع كده. طبعا احنا في انتظار تحقق الهوية ده مهم جدا جدا جدا. لازم تعمله. لازم تعمله. هرجع كده مرة تانية ممتاز جدا. عايز بقى اعمل اداع. هدوس كده على كلمة المحفظة. وادوس اودع الان. شوفوا اهو. اودع الان لانك اول مرة. فهدوس كده على اودع الان. او ممكن اقفل لو مازا هتلاقش اودع الان وانت عايز تعمل اداع تعمل ايه? هتيجي عند كلمة الفور يا شايفها? اهي. وهتلاقي عندك اداع وسحب. التمويل دي خاصة بحاجة اسمها ودي هنقولها ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. ان انت تشتري عملات رقمية وبيع عملات رقمية. من خلال دي عن طريق كمان الفودافون كاش. ودي اللي احنا قلنا فيها هتسحب ارباحك كاش في ايدك. ولكن الاول خلينا دلوقتي في الفوري وعايزين نعمل اداع وسحب. هندوس على ايداع. هتختار من فوق كده اهو. طب مش مكتوبة قدامك هتيجي في البحس كده. وتبدأ تكتب هتظهر معاك بالشكل ده تدرط عليها. ممتاز جدا. طيب الشبكة ايه? الشبكة دي تبقى حسب الموقع اللي انت بتسحب منه. ومعظم المواقع تسعين في المية منهم بيشتغلوا على شبكة نختارها كده وندوس على اوكي. بص الكاتب له هنا يا يا شباب انتقل الى التحقق. مش هقدر اعمل اداع وسحب. الا لما يتم التحقق من الهوية بتاعتي. لكن اها دخلت بيك هنا عشان عرفك منين هتعمل اداع. بعد ما تعمل التحقق ويكتمل هيظهر لك هنا عنوان محفظة. اللي امتبعني واجه اقول لك تسحب على هنا بيظهر لك عنوان محفظة. ده عنوان المحفظة اللي انت من خلاله بتسحب عليها الارباح بتاعتك. بتحطه في الموقع وتسحب عليها. والارباح بتوصل لك في وقت قليل جدا جدا. طيب السحب لو انت معاك رصيد نرجع كده. هتدوس على كلمة سحب. لو انت معاك فلوس في محفظتك وعايز تسحب منها. طبعا ما فيش اي حاجة موجودة عندك ولا حسابك عشان تسحب منه. ده ان شاء الله هيبلينا في الحلقات اللي جاية. ازاي تعمل اداع وتعمل سحب. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة. عرفنا ازاي بنسجل حساب على ازاي بنأمنه? ازاي بنعمل اداع وسحب. حلقة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تشتري وتسحب فلوسك كاش في ايدك. وازاي من كاش في ايدك تخليها يعني دولار رقمي. وزي ما قلت لك كده دي امان الامان 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 الامان. انا عندي حساب فيها من فترة كبيرة زي ما قلت لحضراتكم. اشتغل عليها عادي. الدنيا امامي فيش اي حاجة. وهقول لك بعد كده ازاي انت بتكسب منها مش بس بتسحب عليه ارباحك او بتعمل عليها تداول. لو عندك اي سؤال سيبوا فيه التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة